بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين ومع الدرس الخامس عشر من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي في هذه الحلقة أتناول الحديث حول الزكاة الأنعام والأنعام هي الإذل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعيز وهذه الأنعام تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب سواء كانت هذه الأنعام محبوسة بمعنى محبوسة في البيت تعلّف مثلا في زريبا ولا في الكوري ولا في الروا وسواء كانت سائمة ترعى في الغابة وفي الجبال وسواء كانت عاملة في الحرث والفلاحة وغيرها بدليل الحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إذل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظرف بظرفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جمى ولا مكسورة القرن حديث رواه الإمام مسلم ويقول ابن أبي زيد القيروان رحمة الله عرف في كتابه في الرسالة يقول وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة أول هذا الصنف هو زكاة الإبل الإبل هي الجمل والنقة الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا خمسة الجمل عاد جيب فيها الزكاة بدليل الحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقه حديث رواه البخاري رحمه الله فإذا بلغت خمسا وجب فيها إخراج شات جدعة من الضأن مشي من جنسها من الضأن والجدعة هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية هي من الضأن فإذا بلغت الإبل عشرة ففيها شاتان جشد شية فإذا بلغت خمسة عشرة فيها ثلاث شية وإذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شية أما إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل هنا لنخرج من جنس الإبل مشي من الشية وبنت المخاض هي التي أكملت السنة ودخلت في الثانية أي بنت المخاض هي التي أكملت السنة ودخلت في الثانية فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت بنت لابون وبنت لابون هي التي أكملت عامين ودخلت في العام الثالث فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة والحقة هي التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جدعة هنا من الإبل والجدعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لابون جوج بنت لابون فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقة تاني جوج لحقة فإذا زادت يعني ازدادت يعني توصلت المئة والعشرين مئة وعشرين نحن في هذه الحالة هذه كل أربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة وفي هذا يقول ابن عاشر رحمه الله في منظومته الشهيرة يقول في كل خمسة جمال جدعا من غنمين بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين وابنة لابون في ستتين مع ثلاثين تكون ستا واربعين حقة كفات جدعتان حقة كفات جدعتان حقة كفات جدعتان حقة كفات بنت لابون ستتان وسبعين وحقتان واحدان وتسعين ومع ثلاثين ثلاثين أي بنات ومع ثلاثين ثلاثين أي بنات لابون أخذ حقتان بفتيات إذ الثلاثين ثلاثين ثلاثين مئات في كل خمسين كمال حقة وكل أربعين بنت لابون وهكذا ما زاد أمره يهون إذن هذا ما يتعلق بزاكاة العنعام وما يتعلق بالصنف الأول منها الذي هو زاكاة الإيبلي في الحصة المقبلة إن شاء الله نتحدث عن زاكاة البقى إن شاء الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة